أهلا بكم قالت مصادر للجزيرة أن قفلة مساعدات وصلت إلى مدينة مضايا في الزبدان للمرة الأولى في إطار ما يعرف باتفاق الزبدان كفري الفوعة من جهته طلب نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين بإجلاء أربعمائة مريض بشكل فوري من بلدة مضايا المحاصرة منذ أشهر وإلى أنهم سيواجهون خطر الموت على حد قوله في غضون ذلك أصيب ستة أشخاص بجروح وصفت بعضها بالخطيرة جراء قصف بالصواريخ والبراميل المتفجرة من قبل قوات النظام على الأحياء السكنية في مدينتي دارية والمعظمية بريف دمشق محياء الجنوبية من بغداد وأقامت حواجز تفتيش إضافية بحثا عن ثلاثة أمريكيين قالت مصادر أمنية أن ميليشيات اختطفتهم الجمعة الماضية وكان مسؤولا في الخارجية الأمريكية قال إن واشنطن على علم بتقارير تفيد بفقد ثلاثة أمريكيين في العراق وإن العمل يجري مع السلطات العراقية للعثور عليهم وكان مراسل الجزيرة قد نقل عن مصادر أمنية عراقية أن الأشخاص الثلاثة اختطفوا على يد ميليشيات في منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد ذلك قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم لجبوري أن اختطاف المواطنين الأمريكيين ومن قبلهم الصيادين القطريين الذين لا يزالوا مصيرهم مجهولا يشيروا دون شك إلى تنامي العصابات المنظمة في العراق وأضف لجبوري في بيان أن هذه الأفعال تسيء إلى علاقات العراقية قالت الحكومة الأردنية أنها رفض طلبا إيرانيا باستقبال وفود تمثل السياحة الدينية للمزارات والأضرحة لا سيامة في جنوب الأردن وقال الناطق باسم الحكومة الوزير محمد المومني في مؤتمر صحفي إن موقف بلاده من السياحة الدينية مرفوض وغير مطروح للنقاش واعتبر مراقبون هذه الخطوة في سياق التقارب مع السعودية بعد التوتر الجاري بين الرياض وطهران رفض السياحة الدينية من إيران نعم نحن قلنا هذا الكلام سابقا ولازلنا نؤكد تبكنا فريق الجزيرة من الوصول إلى موقع الانفجار الذي هز الجمعة الماضية وقادوغو عاصمة بوركينافاسو ورصدت كاميرا الجزيرة حجم الدمار الذي خلفه الانفجار في المكان الذي تتواصل فيه التحقيقات نحن الآن في موقع الهجوم على فندق سبلندد الذي وقع يوم الجمعة الماضية في العاصمة وقادوغو لازالت أثار الحرائق التي أصابت السيارات بسبب التفجيرات وتبالي اطلاق رصاص بادية الحادث عبدالله الشامي الجزيرة وقادوغو ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها قفلة مساعدات تدخل الزبدان بريف دمشق للمرة الأولى نظام السوري يحكم حصاره على ريف حمص الشمالي تبني القوات اللبنانية لترشيح العماد ميشيل عون سمير جعجع يعلن دعمه ترشيح ميشيل عون لانتخابات الرئاسة اللبنانية ويدعو قوى الرابع عشر من أذر لاتخاذ الموقف نفسه الجيش الوطني اليمني والمقاومات الشعبية يسيطران على مواقع استراتيجية في الضالع ويتقدمان نحو دمت أهم مدن المحافظة ختام النشرة إلى لقاء بحول الله وأكد أوبراين عدم توفر ضمانات للوصول بالمساعدات إلى المناطق المحاصرة في سوريا لكن ذلك لا ينفي حسبه مسؤولية الأمم المتحدة في إيجاد حل للمشكلة لم نحصل على ضمانات ولكننا ما زلنا نحاول أقصى جهدنا للتواصل مع كل الأطراف وكمنظمة الأمم المتحدة فإن من واجباتنا المطلقة التواصل مع كافة الأطراف لتوفير وصول آمن دون إعاقة لم نكن أقرب ولا حتى قريبين من أي طريق أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المنتمي لقوى الرابع عشر من آذار ترشيح العماد ميشيل عون أحد المنضوين في تحالف قوى الثامن من آذار الذي أعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية ويأتي ترشيح بعد تذليل آخر العقبات السياسية بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة والتواصل إلى اتفاق سياسي شامل في حزيران يونيو الماضي يأتي ذلك فيما أعلن رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية عن استمراره في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لم تألف الحياة السياسية أن يمشي هذا رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي إن المشروع النووي الإيراني لم يعد يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل كما كان عليه الحال قبل سنوات لأسيما بعد توقيع الاتفاق الدولي مع طهران مشيرا إلى إن إيران ما زال تمول وكلاء لها في المنطقة لتهديد أمن إسرائيل من جهة أخرى شن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل هجوما لاذعا على سياسة الحكومة الإسرائيلية وقال إن سياساتها الاستيطانية تجعل تحقيق حل الدولتين أمرا أكثر صعوبة بين تهديدات تتراجع وأخرى تطعظم حصر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي التحديات الأمنية والاستراتيجية الماثلة أمام إسرائيل